تشتركوا في القناة فعلا زي رجال زي تخطي لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف تكملة لشرح يونت الوحدة الاولى للصف الثاني الاعدادي. هنشوف طبعا النهاردة آآ الدرس التالت وآآ الرابط. زي ما تعودنا هنبدأ باهم الكلمات الرئيسية في الوحدة. عند كلمة بريزن 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 اللي المقصوب بها اللي هو آآ السجن. ريل واي ريل واي ريل واي اللي سكة الحديد. لين 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 اللي هو خط. بور بور طبعا اللي معناها فقير. انترستس 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 اللي هي الاهتمامات. شير 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 معناها يشارك او يشترك معه. اتراكتيب 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 اللي هي جذاب. لارج 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 معناها كبير او واسع. ترابل 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 معناها سيء جدا اللي هي بتسوي كلمة بري باد. فيد 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 بمعنى يطعم. تاب 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 اللي هي حنفية. ووتر ملين ووتر ملين ووتر ملين ووتر ملين طبعا اللي هو البطيخ. نروح لي الجزء التاني من الكلمات عند كلمة اراوند اراوند اللي هي حولة. ويرلد 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 اللي هو العالم. انديا انديا اللي هي دولة الهند. فيليج فيليج اللي هي قرية. بيرانس بيرانس اللي هو الوالدين. ووتر 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 اللي هي المياه. كب كب الوكوب او فنجان. شب شب معناها محل وبتيجي كفعلة معناها يتسوق. جوبس جوبس اللي هي وظائف او مهام. توجزر 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 معناها معا او سويا. معناها مرة اخرى. طبعا خدناها بمعنى نوع وبتيجي بمعنى طيب او عطوف. اللي هم الاطفال. وطبعا ديت اسم جامع برغم ان هي ما فيهاش اس. كيرفل 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 ريستراند ريستراند اللي هو مطعم. برينج برينج معناها يحضر او يجلب. اللي هو الواجب المدرسي او الواجب المنزل اللي احنا بنعمله في المنزل. اوتسايد اوتسايد لخارج فينالي 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 في النهاية. اند اند نهاية. ستريت ستريت اللي هو الشارع. جيت هوم جيت هوم. معناها يعود او يرجع للمنزل اللي هي مغامرات اللي هي الدجاج او الفراغ اللي هي العشاء اللي هي الحديقة نايف اللي هي السكينة يعني يبعد او يأخذ الشيء لمكانه معناها صديق ايديا ايديا اللي هي فكرة اللي هي جميل بوتيتو شيبس اللي هي شرائح البطاتس نروح بعد كده لالتيكست زي ما قلنا التيكست دوت مهم بيعرفني على الاحداث بتاع اليونت وكمان آآ بنطلع منه التعبيرات والكلمات المهمة لو انا حافظت الحاجات دي بشكل كويس هقدر احل بسهولة. الحياة حول العالم. يعني حياة الناس في اجزاء مختلفة من العالم. شهانة اللي بتتكلم بتقول يعني من دولة الهند. خلنا طبعا كلمة معناها يعيش فيه واجيب بعدها المكان. يبقى يعني بتعيش في قرية. يبقى نطلع كمان بيه يعيش معها بجيب بعدها شخصة او عائلة. اخوها واختها. خلنا في كلمات كلمة وانا بمعنى يعني مشتركين في الحجرة. يبقى هي واختها في نفس الحجرة. وي يعني العائلة كلها يعني بنصحة في حنفية القرص اللي مصدر للمياه يعني تعبير على بعضه معناها في اخر او في نهاية اللي هو الشارع يعني في اخر الشارع اللي احنا سكنين فيه في حنفية بنجيب منها مية. ماي مام اللي هي امها يعني بتجيب المية من الحنفية اللي لها في اخر الشارع كل يوم الصبح. بعد ذلك يعني بتناول الفطار كلنا مع بعض. هنا بمعنى يتناول او يأكل ببساو كلمة مع الشاي. او شغال في محل. I have two jobs to do when I get home بتقول بقى لما برجع البيت بيبقى قدام حكتين اتنين المفروض ان انا اعملهم. from school. I feed the chickens. كلمة فيد قلنا بمعنى يطعم يأكل يعني. زين I hold my mom بساعد امي. make dinner في اعداد ال dinner. طبعا كلمة هل بقى واجيب بعدها مفعول ثم مصدر او ممكن اجيب والمصدر ودي هنشوفها في التعبير بعد كده. after dinner I do my homework. بعمل الواجب بتاعي. sometimes I help my brother and sister. احيانا بساعدهم. to do. اتفقنا مع كلمة هل بممكن اقول ومصدر. اواجيب مصدر بس هنا جاب لي والمصدر يبقى to do their homework. to. خدنا طبعا قبل كده لو فاكرين ان كلمة to بيتيجي في اخر الجملة. المثبتة صح. then I go to bed. نروح لي التكست التاني بعنوان. اللي مع اطفال السكة الحديد. ولقت ازا طبعا اللي هي بداية القرن العشرين. طالما فيها يبقى المقصوبة اللي هي عشر سنوات يعني. روبرتا. her younger brother. واحدة اسمها روبرتا. وي اخوها الصغير بيتر. and their little sister. وختهم الصغير. في الثلز. live with their parents. يعني كانوا بيعيشوا مع الوالدين لما الوالدين in لندن في لندن. they have a big attractive home. بيتهم كان كبير وجذاب. رائع يعني. with a large garden. هنا كلمة with مش معناها مع معناها له. يعني البيت دوت له. one terrible day. بس في يوم من الايام كان يوم سيء بالنسبة لهم. two men. اتنين. take their father away. جم وخدوا ابوهم. from home. من المنزل. the children. الاطفال don't know. ما كانوش عارفين. where he is going or why. يا طرى هو رايح فين? وليه? يعني ليه الناس دول جم خدوا. the children move from the city. اتنقلوا من المكان اللي هم كانوا بيعيشوا فيه. with their mother مع امهم. to a small house. لمنزل صغير. near a railway line. يعني بيت كده صغير جنب السكة الحديد. the family are poor. بعد ما كانوا بقى كويسين او اغنية دلوقتي اصبحوا فقراء. and life is very different for them. والحياة اصبحت مختلفة. the children have lots of adventures. حصل لهم بقى مغامرات كتيرة. near the railway line. جنب السكة الحديد. a kind old man. كان في بقى راجل كبير وكان طيب. who travels on the train. كان دايما كل يوم بيسافر في القطار. every day. become their friend. اصبح صديق للأسرة ديت. the old man holds the family in many ways. ساعدهم بطرق كتيرة. هنا كلمة in many ways. معناها بطرق او اساليب مختلفة. he helped their father. وكمان بدأ يساعد ابوهم اللي كان في السجن. to because their father is in prison for something he didn't do. لان ابوهم دخل السجن لحاجة ما عملهاش. يعني كان بريء. finally their father comes home. ابوهم طلع من السجن ورجع للمنزل. the family is so happy. اصبح صعداء. to be together. طبعا كلمة together بمعنى سويا again lost يعني في النهاء. بروح لي اهم التعريفات في الوحدة زي ما قلنا الكلمات ديت كلمات قصية. ودي موضع اللي امتحنت. عندي كلمة prison. prison. طبعا لو السجن. معناها place. مكان. where people go. الناس بتروح. when they do something wrong. لما يعمل حاجة خطأ. سرقة او قتلة او كده يبقى ديت اسمها something wrong. railway line. لو خط السكة الحديد. معناها the road that a train travels on. المكان اللي القطر بيمشي عليه. بور معناها فقير. معناها مين بقى? people. لما الناس without بدون enough money. كلمة وزاوة ديت معناها بدون. بجيب بعدها يا ام اسم يا ام فعلي زائد. كلمة معناها جذاب يعني رائع او جميل يبقى معناها كبير او واسع يبقى very big. يبقى معناها very bad يعني سيء جدا. نروح ليه التعبيرات برضو لها ساعدنا في الحل. عندي around the world يعني حول العالم او في كل انحاء العالم يعني. قلنا يعيش فيه. بجيب بعدها المكان يبقى يعيش في قرية. معناها يعصل على الشيء من او يعود من. معناها يتناول الافطار. قلنا يعيش مع شخص او عائلة. شير يشارك او يتقاسم معه. جتب بمعنى يستيقظ. معناها في نهاية او في اخر. قلنا بجيب بعدها يا اما تو المصدر يا اما مصدر بس يبقى يساعد في عمل. مع الوجبات هقول كلمة يصنع او بمعنى يتناول او يأكل. زي طبعا قلنا لها فترة او بداية القرن العشرين. قلنا هنا كلمة معناها لهو يبقى لهو حديقة كبيرة. معناها يأخذ بعيد او يبعد. يعني يصبح معناها اصبح صديقهم. معناها بطرق كثيرة او مختلفة. معناها يكون سويا او يكون معا مرة اخرى. يعني مع كوب من الشاي. معناها يعمل في محل. دايما مع كلمة جوب او كلمة بنجيب كلمة دو. يبقى دو جوبس معناها يقوم باعمال او بمهام. معناها يعود للمنزل من. كان في المدرسة ورجع البيت يبقى مسلا. طبعا ليه يطعم الدجاج. معناها يذهب يا نام. يبقى معناها سليب. معناها ينتقل يعني من مكان لمكان. معناها صعب عليهم. يعني حاجة صعبة بالنسبة لهم او عليهم. معناها يواجه مغامرات او يحصلوا مغامرات. معناها يسافر بالقطار. معناها دخل السجن هنا معناها بسبب لانه عمل كذا. معناها يفعل الشيء خطأ. او ممكن نقول نروح لي كونفيزن ويردز هنا اللي هي الكلمات اللي ممكن نحطها لي في اختيار واحد وممكن تكون مشكلة بالنسبة. عندي كلمة اللي هو العالم كلمة اللي هي كلمة معناها يشارك شور اللي هي الشاطئ. تاب اللي هي حنفية. تيب اللي هو شريط او شريط كاسر. بريد اللي هو خبز. بيرد اللي هي لحية او دقن. تشيكن اللي هي دجاجة. كيتشن اللي هو المطبخ. طبعا اللي هي بداية القرن العشرين. دية. وان سودن نين هوندرد اللي هي سنة الف وتسعمائة. اللي هو الخط. اللي هو اسد. اللي هي فقير. برضو كلمة في النطق منها معناها يصب او يسكب. فيد اللي هي يطعم. فود اللي هو الطعام. نروح ليه الوردز اند اوبزت اللي هي كلمات وعكسها. عند كلمة اللي هي الحياة عكسها كلمة دس اللي هي الموت. اوتسايد اللي هي خارج عكسها انسايد اللي هي داخل. افتر معناها بعد عكسها كلمة بفور اللي هي قبل. نير قريب عكسها كلمة فار اللي هي بعيد. لارج معناها وسع او كبير عكسها كلمة small kind اللي هي طيب عكسها كلمة unkind او ممكن نقول bad mini معنى كسير للعدد عكسها كلمة few معنى قليل للعدد والاتنين هجيب معهم او بعضهم اسم جم نروح لقى الافعال الشهزة في تصريفة عندي جت 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 فيد 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 ميك ميد ميد تيك توك تيكن نو نون نروح للملاحظات اللي هو طبعا زي ما قلنا قبل كده دي بقى اللي بتميز الطالب عندي اول حاجة كلمة معناه يشارك الشيء معناه يشارك او يتقاسم شيء مع شخص لو قلت اي شير دروم وز ماي برازر يبقى انا هو مشاركين بعض في القضاء او متقاسمين الحجر هنا كلمة تاب اللي حنا فيها اصنبول كلمة تاب اللي هي الشريط يحصل على المية من الحنفية معناها يتناول الافطار معناها يصنع او يجاهز يبقى لو جايب معناه يتناول او يأكل يبقى هاف لو يحضر او يجاهز يبقى ميك ولي هاف بريك فاست ات سيبن ان ده مورني اي اي اولوز هلب مام ميك بريك فاست كلمة دو بتجي مع كلمة جوبس اللي هي يقوم باعمال او بمهام دو هاوس ويرك اللي هي اعمال المنزل دو هوم ويرك اللي هو الواجب المنزل معناه يساعدها في اعمال المنزل طبعا قلنا هنا اللي هي الف سمية وتسعين اللي هي فترة التسعينات ناخد بانا في هنا اس يبقى لو حطنا اس مقصوبة اللي هي الفترة اللي هي عشر سنوات من الف سمية وتسعين ل الف سمية وتسعين يبقى هنا طولة سنة الف سمية وتسعين يبقى هنا معناها عاشوا في طنطة فترة التسعينات ناخد بانا بقى من المعلومة المهمة دي برضو مش اي حد هيفهمها بشكل بسيط معناها يذهب للسجن طب برضو معناها يذهب للسجن بس ناخد بانا بقى هنا في ز زيادة من غير ز يبقى هنا معناها يدخل السجن لانه فعل شيء خطأ يبقى هو داخل كايه مسجون شطار طب يبقى هنا معناها رايح يزور حد في السجن يبقى هو مش مسجون لأ ده هو اللي رايح ايه يزور حد يبقى هنا هو سرق الفلوس يبقى داخل يتسجن يبقى هناك ان صاحبه هو اللي مسجون طب نحل بقى على الكلام اللي احنا شرحناه بالنسبة للوحظات اللغوية نروح للسؤال الاول بيقول ماي جران فازر وز بورن ان زا ناخد بانا بقى طالما جاب لي كلمة زا يبقى لازم اجيب اللي فيها اس اللي هي الفترة بقى يبقى هنا هنختار لفترة التلاتينات هنا كلد اتل اه يبقى داخل كايه مسجون يبقى هنا نحط على طول كلمة اللي هي الاجابة الاولى مفتاح الجملة هنا كلمة ايه جوبس صح يبقى هنحط كلمة دو على طول طب حد يقولي طب من عند ضز بس خلي بالك الفاعل هنا مين اي خلاص اتحافظت يبقى نحصل للميمن يبقى التاب اللي هي الحنا فيها او الصنفورة ايه يبقى هنا معناه يساعد في عمل تمام يبقى هنا نحط كلمة على طول نروح للتمارين الخاصة بقى بالدرس التالت والرابع بعد ما شرحنا والمفروض حفظنا الكلمات وفهمنا التعبيرات المهمة نبدأ نطبق الحل بتاعنا آآ سؤال المحادثة بيقول طبعا مفروض ان احنا بنقرأ المحادثة كل لها الاول ولكن بنبدأ نحط الاجابة هنا طبعا يبقى شطار حد قال يبقى يعني فكرة رائعة سؤال التاني قال له طالما قال لي بجوار يبقى هنا بيسأل عن المكان يبقى هنحط كلمة اين خلاص حافظنا ده سؤال ثابت يبقى نحط كلمة قال له عايز ايه قال له يبقى هنا اي وود ها لايك تمام يعني احب او عايز كزا طبعا نحط هنا علامة استفهام قال ليس اللي هو عصير طبعا يبقى هنحط هنا ممكن نحط كلمة اه جوس عموما او ما فيهاش اي مشكلة وطبعا هنا هنحط اللي هي علامة استفهام نروح لسؤال اللي بعده سؤال الاختيارات طبعا على الكلمات الرئيسية الاول بقول مكان خلاص طالما قال لي يبقى هنا نحط كلمة اللي هو السجن طبعا مباركة حديقة او منتزى فنفير الملاهي واقلاب اللي هو النادي زمت اللي هو الطريق المعدني خلاص حفزناها يبقى اسمه اللي هو خط السكة الحديد طريق سريع طريق زكي او ميز اللي هو طريق للمنزل مفتاح الجملة هنا كلمة يعني بدون يبقى دول بنسميهم شطاري بابور اللي هي فقراء ويلسي معناها غاني او ساري هابي سعيد وريتش غاني حاجة جميلة يبقى اللي هي جزاب قبيح سلي سخيف وليزي كسور يعني كبير جدا خلاص حفزناها من الكلمات طالما قال لي يبقى نسميها يعني سيء جدا مينز يبقى جزاب شايق او ممتع ومودرن معناها حديث نروح لقى الجملة رقم سبعة ليعطي طعام لشخص او لحيوان طبعا يبقى هنا كلمة اللي هي يطعم طبعا تيجي بمعنى مروحة او مشجع يفشل وفيل يشعر تمانية ما يعني يشغل او يضفي يعني عشان نحصل على المياه طبعا يبقى هنا نحط كلمة اللي هي الحنفية خدنا كلمة اللي هي رحلة معناها الى او لكي اللي هي وظيفة ولا شير ولا شيك طبعا هنا كلمة ليشارك معناها يسرق معناها يسلم على او يحتز والشيب طبعا لها شكل طبعا هنا بيحب السفر الاماكن جديدة يبقى هنا سليبين ولا 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 طبعا هنا كلمة اللي هي المغامرات اللي هي النوم سفت اللي هي السرقة والطبعا له الموت خدنا ذات عبر على بعضه انه بنجيب الرقم والشرطة ديت يبقى محتاج اسم مفرد يبقى كلمة على طول يبقى دخلت السجن يبقى كلمة بريزن سييتر معناها المسرح والسينما اللي هي السينما وتنت معناها الخيمة رحت المكتبة لكي ستيل ولا سبيك ولا بورو ولا لند طبعا هنا بورو معناها يستلف او يستعير لند معناها يسلف وسبيك معناها يتحدث هتكلم ستيل طبعا بمعناها يسرق طبعا قوية من معناها هادئ يبقى سيتي ولا تاون ولا كنتري سايد ولا ترين ستيشن طبعا يبقى هنا كلمة كنتري سايد اللي هي الريف ترين ستيشن ما خطر قطار تاون اللي هي مدينة وبردو سيتي طبعا اللي هي مدينة كبيرة استخدم ايه علشان يقطع اللحمة نايف سكينة ولا وول صوف ولا الورق ولا قاية طبعا طيارة ولا يبقى هنا كلمة على طول الجو كان ضلمة فانا ما شفتش الحرامي فعرضينا ممكن يروح لسي وغلط طبعا لانو ما خدش باله كلمة معناها يصف وسي يرى ووطش يشاهد وهل بي يساعد طب ناخد بقى انا من الخد على في الجملة مفتاح الجملة دي كلمة كانت كانت احنا عارفين بجيب بعدها دايما مصدر بدون اي اضافات يبقى هنا نحط كلمة يعني ما قدرتش اوصف الحرام بتحب بتعمل ايه ولا فود ولا فيد ولا فيل يبقى كلمة فيد بمعنى تطعم. دو تشات with my friend ali من شاتر صح يبقى يتقاسم او يشارك يبقى شارع. ممكن وان وات ووز بس يجابل هنا يبقى يعيش معه يبقى كلمة على طول. يتناول. طبعا حافظنا بقى يبقى كوب من الشاي. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم وشرح درس الخامس والسادس والسابع من الوحدة الاولى لصف الثاني الاعداد.